السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة عامة على مادة التحكم الإلكتروني هنحاول بقدر الإمكان أن نحن نراجع معظم أو كل الأسئلة اللي بتتكرر كتير في الامتحانات وخصوصا أن نحن داخلين على امتحانات في الفترة اللي جاية ربنا يوفق أولادنا الطلبة والطالبات وتجيبوا أعلى الدرجات إن شاء الله طبعا مادة التحكم الإلكتروني زي ما احنا عارفين الباب الأول بيتكلم على استخدامات الحاسب والمعالجات الدقيقة في التحكم علشان كده بنقول هو تحكم إيه؟ إلكتروني يعني باستخدام الأجهزة الإلكترونية وطبعا الحاسبات إحنا عارفين إن من ساعة ما دخلت في مجال التحكم وهي عملت طفرة كبيرة جدا في ضقة التحكم في الآلات والعمليات الصناعية طبعا استخدامات الحاسب بطرق مختلفة وهنستعرضها مع بعض إن شاء الله دلوقتي وقبل ما نبدأ نعرف الأول الحاسب إحنا عارفين إن هو رقمي يعني بيتعامل مع الإشارات الرقمية اللي هي عبارة عن النبضات اللي إحنا بنعبر عنها بالصفر والواحد اللي هي الإشارة الرقمية معظم الآلات إحنا بنتحكم فيها أو بنشغلها بتكون عبارة عن آلات تماثلية بتستخدم طبعا محركات كهربية في إدارتها أو غيرها أو بيقى فيها سخنات عشان تحكم في درجات حرارة مثلا أو غيرها فبتكون تماثلية فلازم يكون عندنا علشان نربط الحاسب الرقمي بيقى الآلة اللي هيتحكم فيها يبقى لازم يكون عندنا محولات تحول الإشارة الرقمية الخارجة من الحاسب عشان تحولها لإشارة تماثلية عشان تقدر تشغل الآلة أو المكينة والعكس لما كنا عايزة دخل إشارة للحاسب الإشارة طبعا ممكن تكون إشارة تماثلية زي ما احنا بنقيس طبعا الخارج بتاع العملية الصناعية اللي بنتحكم فيها مثلا درجة حرارة بنحولها لإشارة كهربية بتكون إشارة تماثلية بتعبر عن درجة الحرارة فعلشان ندخلها للحاسب الحاسب رقمي يبقى لازم أحول الإشارة التماثلية لازم أحولها إلى إشارة رقمية علشان تكون مناسبة للحاسب الرقمي ويقدر يتعامل معها يبقى معنا كده أول سؤال هنبدأ به ما هي المكونات الأساسية لأنظمة التحكم الرقمي وهما طبعا ثلاث مكونات أساسية المرحلة الأولى اسمها مرحلة أخذ العينات والمرحلة الثانية محول تماسلي رقمي اللي هو ADC Analog to Digital Converter يعني بيحول الإشارة التماسلية إلى إشارة رقمية وثالث حاجة محول رقمي تناظري أو رقمي تماسلي اللي هو DAC اللي هو Digital to Analog Converter يعني معناها بيحول الإشارة الرقمية الخارجة من الحاسب يحولها إلى إشارة تماسلية علشان تلائم الوحدات والآلات اللي بيتم التحكم فيها تعالوا نبص مع بعض كده على الأسئلة واحدة واحدة عندي أول سؤال بيقول لي ما هي المكونات الأساسية لأنظمة التحكم الرقمية طبعا زي ما احنا لسا قيلين أول مرحلة اسمها أخذ العينات ودي الغرض منها بتقوم بتحويل الإشارة التناظرية إلى سلسلة من الإشارات التناظرية في أزمنا متساوية يعني معناها أنها بتجزأ الإشارة التناظرية بتجزأها إلى أجزاء صغيرة جدا في أزمنا إيه؟ متساوية عشان كده بنسميها عينات المرحلة الثانية محول تناظري رقمي اللي هو ADC وده بيحول الإشارة التناظرية إلى الصورة الرقمية التي تلائم أساسيات التشغيل في الحاسب الرقمي وتالت حاجة محول رقمي تناظري اللي هو DAC أو Digital to Analog Converter وده بيحول الإشارة الرقمية الخارجة من الحاسب بيحولها إلى الصورة التناظرية يعني بيحولها لإشارة تماسلية لتلائم الوحدات اللي بيتم التحكم فيها زي الآلات والماكينات طبعا السؤال دوات ممكن يجي لنا بكذا طريقة ممكن يجي في صورة أكمل أو يجي في صورة صحة وغلط يقول لي مثلا محول تناظري رقمي بيحول الإشارة الرقمية إلى إشارة تناظرية الإجابة صحة ولا خطأ؟ طبعا هتبقى خطأ لأنه كده عكس الإجابة محول تناظري رقمي بيحول إشارة تناظرية إلى إشارة إيه؟ رقمية أو ممكن يجي في صورة أكمل فعلوا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي إيش راح مع الرسم استخدام الحاسب كمراقب إحنا عارفين أن استخدامات الحاسب في التحكم بيتم بثلاث طرق الطريقة الأولانية استخدام الحاسب كمراكب والطريقة الثانية استخدام الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة يعني ما فيهاش تغذية خلفية والطريقة الثالثة استخدام الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة اللي هي بيكون فيها تغذية خلفية من الخارج للدخل وده طبعا بيكون أفضل نظام من أنظمة التحكم تعالوا نشوف فقا كل طريقة منهم ليها طبعا مكونات أساسية وبتيجي في الامتحانات بيقولك وضح بالرسم مكونات استخدام الحاسب في التحكم بإحدى الطرق دي أول طريقة زي ما قلنا استخدام الحاسب كمراكب طبعا زي ما احنا شايفين كده الرسمة بتاعتها عبارة عن عندي أول حاجة فوق المشغل المشغل ده اللي هو ملاحظة تشغيل اللي بيقوم بتشغيل الحاسب وعندي الحاسب أو الكمبيوتر والعملية طبعا العملية هي الآلة أو المكينة اللي أنا بتحكم فيها وزي ما احنا شايفين أن خارج العملية هنا بيتم قياسه وبعدين بيتوصل عن طريق دايرة الربط اللي هي عبارة عن محاول ADC محاول تناظري رقمي عشان يحاول الإشارة دي من تناظرية لرقمية ويدخلها للحاسب الحاسب هنا طبعا وظفته أنه هو مراكب يعني بيرائب العملية ويقدر يعرف إذا كان في خطأ أو ما فيش لكن مين اللي بيقع عليه عبء التعامل مع متغيرات التحكم المشغل زي ما احنا شايفين كده المشغل أو الأوبريتور اللي هو ملاحظة تشغيل يعني هو اللي بيقع عليه العبء الأساسي علشان يتعامل مع متغيرات التحكم أو العملية مباشرة بناء على طبعا التحليلات التي قام بها الحاسب يبقى لما نيجي نشرح الطريقة دي اللي هي استخدام الحاسب كمراكب بنقول نظام استخدام الحاسب كمراكب هو أبسط أشكال استخدام الحاسب في التحكم فبيعتبر الحاسب هنا مجرد مجمع ضخم وفعال للبيانات والمعلومات وقال حاسب أيضا يعني مجرد أنه بيجمع البيانات وبيقوم بإجراء عمليات حسابية ويقتصر دور الحاسب على مراقبة العملية عن طريق دائرة ربط مداخل الحاسب اللي هي عبارة عن محول ADC ومشغل النظام يقع عليهم عبء التعامل مع متغيرات التحكم مباشرة يعني المشغل هو اللي عليه الدور الأساسي للتحكم في العملية بناء طبعا على التحليلات التي قام بها الحاسب نبص كده على الشرح ده الكلام اللي احنا قلناه هو في هذا النظام يعتبر أبسط أشكال استخدام الحاسب في التحكم ويعتبر الحاسب مجرد مجمع ضخم وفعال للبيانات والمعلومات وقال حاسبه أيضا ويقتصر دور الحاسب على ملاحظة العملية من خلال دوائر الرب اللي هي محولات ADC ومشغل النظام يقع عليهم عبء التعامل مع متغيرات التحكم مباشرة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على التحليلات التي قام بها الحاسب في النظام الثاني اللي هو استخدام الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوح بيقول لي اشرح مع الرسم طبعا الحلقة المفتوحة يعني ما فيوش تخذية خلفية تخذية خلفية يعني معناه أننا باخد خارج العملية ونقيسه ونحوله لإشارة مناسبة وندخله للحاسب مرة تانية هنا ما فيوش تخذية خلفية فبنسميه نظام تحكم ذو حلقة مفتوحة وطبعا هنا النظام دوت لو فيه خطأ في العملية في الخارج الحاسب طبعا مش هيقدر يصححه طبعا هنا بقى في النظام دوت زي ما احنا شايفين بنقول يعتبر الحاسب هنا أو يعمل الحاسب كمعالج وقتي للبرامج والبيانات يعمل الحاسب كمعالج وقتي للبرامج والبيانات لتوليد أوامر محددة للتحكم في عمل وتنظيم مشغلات العملية ولا يوجد به تخذية خلفية وطبعا زي ما قلنا الدقة طبعا بتاعة أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة بتكون يعني قليلة شوية ده الشرحة هو وفي السؤال دوت ساعات بيجيبه في الامتحان عشان يصعبه شوية فما يقولكش وضح بالرأس استخدام الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة يجيب لك أول سطر كده يقولك وضح بالرأس استخدام الحاسب كمعالج وقتي أونلاين للبرامج والبيانات أول ما يجيب لي الجملة دي يبقى على طول هو يقصد مين أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة النظام الثالث وده الأحسن طبعا اللي هو استخدامات الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة هنا في السؤال بيقول لي ما هو الأساس الصحيح لمفهوم التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة يعني فكرته الأساسية إيه؟ إحنا قلنا أنه هو بيعتمد على التغذية الخلفية يعني معناه الأساس الصحيح لمفهوم التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة هو استخدام نظام من الحاسبات الرقمية يكون قادر على مقارنة البيانات المرغوب فيها مع النتائج الفعلية ثم اتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق أهداف التصميم وده طبعا بيتم عن طريق التغذية الخلفية تعالوا نشوف الكلام ده يبقى نقول الأساس الصحيح لمفهوم التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة يعتمد على وجود نظام من الحاسبات الرقمية يكون قادرا على مقارنة البيانات المرغوب فيها مع النتائج الفعلية ثم اتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق أهداف التصميم عن طريق التغذية الخلفية طيب تعالوا نشوف الرسمة بتاعتها بيقول لي ارسم المخطط الصندوقي لنظام التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة دي الرسمة قدامنا هي لو خدنا بالنا هنلاقي اللي زاد هنا عن النظام التحكم ذو الحلقة المفتوحة اللي هي التغذية الخلفية اللي هو الجزء اللي موجود على اليسار ده اللي هي دايرة ربط مداخل الحاسب زي ما احنا شايفين هنا خرج العملية يتم قياسه ويتحول لإشارة كهربية مناسبة وتتحول من إشارة تماثلية إلى إشارة رقمية عن طريق دايرة ربط مداخل الحاسب وتتوصل إلى إيه؟ الحاسب هنا الحاسب بقى بيقوم بمقارنة البيانات المرغوب فيها يعني القيمة المطلوبة اللي جاية عن طريق المشغل يقارنها مع مين؟ مع النتائج الفعلية اللي هي الخرج بتاع العملية اللي هتوصل للحاسب عن طريق دايرة ربط يقارنهم ببعض ويقدر يحدد هل في خطأ أو ما فيه ولو فيه خطأ الحاسب بيعمل إيه؟ بيقدر يصحح الخطأ يعني يقوم بتوليد الأوامر والتعليمات لإحداث التغييرات المرغوب فيها في خارج العملية يعني يقوم بتوليد كده إشارة التحكم المناسبة ويوصلها عن طريق دايرة ربط مخارج الحاسب يوصلها إلى مين؟ إلى العملية عشان يقدر يتحكم في العملية ويقلل الخطأ بقدر الإمكان يعني معنى كده أن الحاسب هنا قام بإجراء عمليتين العملية الأولى هي حساب الخطأ والخطأ طبعا بنقول بيساوي إيه؟ القيمة المطلوبة أو نقاط التشغيل ناقص الخارج الفعلي والجملة دا يمكن ساعات بتيجي أكمل في الانتحانات الخطأ يساوي نقاط التشغيل يعني القيمة المطلوبة ناقص الخارج الفعلي طيب والعمليات التانية اللي قام بها الحاسب إجراء الفعل التصحيحي عن طريق طبعا الأوامر والتعليمات والقانون اللي بيحدد عملية التحكم بيسمى هنا بإيه؟ بخوارزم التحكم طبعا فيه أمثلة وتطبيقات على استخدامات الحاسب في التحكم في أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة بيقول لي هنا ارسم المخطط الصندوقي لنظام تحكم راداري مضاد للطائرات يعني نظام تحكم عبارة عن رادار مضاد للطائرات دا طبعا نظام تحكم ايه؟ مغلق يعني فيه تغذية خلفية ويمكن السؤال دا بيتكرر في الانتحانات كتير بسرعة كده نبص من على الرسمة لما نيجي نشرح أول حاجة نقول ايه؟ هواء الرادار يعمل لتحديد موضع وسرعة الهدف وهو الطائرة ثم يتسلم الحاسب هذه المعلومات ويحدد على أساسها زاوية الإطلاق للصاروخ أو المدفع تتضمن زاوية الإطلاق تقدم زاوي مناسب بحيث يتقابل الصاروخ مع الهدف بعد وقت معين هو الوقت اللازم لوصول القذيفة إلى الهدف بعد كده الإشارة الخارجة من الحاسب بتكون إشارة ضعيفة يبقى تتوسل لمضخم القدرة مضخم القدرة يكون بتضخيم قدرة الإشارة الخارجة من الحاسب بحيث يصبح مناسبة لتشغيل محرك إدارة الصاروخ في الآخر خالص بقى نقول هناك إشارة تغذية خلفية بتعبر عن الوضع الفعلي لزاوية الإطلاق بيتم مقارنتها داخل الحاسب مع الوضع المرغوب فيه حتى يتم تصحيح زاوية الإطلاق بيقول لي عرف المعالج الضقيق أو المايكرو بروسيسور طبعا إحنا عارفين إن المعالج الضقيق المعالج الضقيق أو المايكرو بروسيسور هو وحدة التشغيل الأساسية الخاصة بنظام الحاسب الآلي أو الحاسب الرقمي يعني المعالج زي ما إحنا عارفين أو بنقول وحدة المعالجة المركزية بتكون عبارة عن دايرة متكملة وهي اللي بتقوم بإجراء العمليات الحسابية والعمليات المنطقية وعمليات التحكم والتزامن يعني المعالج هو وحدة التشغيل الأساسية الخاصة بنظام الحاسب الضقيق طيب وطبنا طبعا بواسطة الدوائر المتكملة واسعة النطاق لما بنجي نعرف المعالج الضقيق أو المايكرو بروسيسور يمكن السؤال دوت برضو بيتكرر كتير فنقول المعالج الضقيق هو تلك الشريحة يعني IC ذات الأطراف المتعددة يعني ليه أطراف كتير والقادرة على تنفيذ مجموعة من الأوامر المحددة بحيث ينفذ كل أمر عند إعطاء الشفرة الخاصة به وكلما تعددت هذه الأوامر كان المايكرو بروسيسور أسرع في تنفيذ الأوامر يعني المعالج لما يكون بيقدر ينفذ أوامر كتير بالتالي هيكون أسرع وكلما كان أسهل في عمليات المواجهة يعني عمليات الاتصال مع الدوائر المحيطة كان أفضل تعريف دوت بيتكرر كتير في الامتحانات ييجي في صورة أكمل أو يقول لك عرف المعالج الضقيق طبعا زي ما احنا شايفين كده على الشاشة تعريف المايكرو بروسيسور هو تلك الشريحة ذات الأطراف المتعددة والقادرة على تنفيذ مجموعة من الأوامر المحددة بحيث ينفذ كل أمر عند إعطاء الشفرة الخاصة به وكلما تعددت هذه الأوامر كان المايكرو بروسيسور أسرع في تنفيذ الأوامر وكلما كان المايكرو بروسيسور أسهل في عمليات المواجهة مع الدوائر المحيطة كان أفضل طيب ما هي الوظائف الأساسية المطلوبة من المعالج الضقيق يعني المعالج ده إيه الوظائف بتاعته أول حاجة يجب أن يكون قادرا على إحضار المعلومات من الزاكر قد تكون بيانات أو الأوامر نفسها طيب الوظيفة التانية يجب أن يحتوي على مكان مناسب بداخله لحفظ هذه المعلومات التي أحضرها لحين الحاجة إليها الوظيفة التالتة لا بد أن يكون هناك أكثر من مكان بحيث يمكن نقل المعلومات فيما بين هذه الأماكن يعني المعالج بيكون بداخله دوائر متعددة والبيانات بتتنقل من مرحلة للتانية لحد ما يجري عليها العملية الحسابية المطلوبة رقم 4 يجب أن يكون لديه الوسائل المناسبة لإدخال معلومات من بوابات الإدخال حتى نستطيع كراءة لوحة مفاتيح يعني يبقى المعالج لوسائل المناسبة يعني لأطراف دخل عشان أقدر أدخل من خلالها معلومات من خلال بوابات الإدخال زي لوحة مفاتيح رقم 5 يجب أن يكون لديه القدرة على إجراء بعض العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات التي أحضرها يعني البيانات اللي أنا هدخلها للمعالج الضقيق هيعمل بها إيه؟ بيقوم بإجراء عمليات حسابية ومنطقية عليها عشان يطلع للنتائج رقم 6 يجب أن يكون لديه القدرة على إرسال بيانات إلى الزاكرة وتسجيلها فيها يعني النتائج اللي هيطلعها بعد ما يعمل العمليات الحسابية بيسجل النتائج ديه فين؟ في الزاكرة وآخر نقطة القدرة على إرسال بيانات وحدات الإخراج من خلال بوابات الإخراج يعني الإشارة اللي خرجة من المعالج ديه يقدر يوصلها لي للخرج على شاشة عرض مثلا أو نستخدمها كإشارة تحكم ما هي الأجزاء الأساسية للمعالج الضقيق؟ المعالج بيتكون من ثلاث أجزاء أساسية ويمكن السؤال ممكن يجي بكذا طريقة زي ما احنا شايفين يقولك كده في صورة أكمل تتركب جميع شرائح المعالجات من ثلاثة أجزاء رئيسية هي نقط ونقط ونقط ما احنا نروح إليه أول حاجة مجموعة مسجلات وعدادات تاني حاجة وحدة الحساب والمنطق تالت حاجة وحدة التزامن يبقى المعالج الضقيق أو أي نوع من المعالجات بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية مسجلات وعدادات وحدة الحساب والمنطق وحدة التزامن شوف السؤال لبعده بيقول لي أذكر وظيفة المسجلات وما هي أنواعها طبعا المسجلات من اسمها يبقى احنا نقول بتستخدم المسجلات للتخزين المؤقت للمعلومات في صورة خانات صنائية داخل المعالج الضقيق لحين الحاجة إليها يعني كأنها ذاكرة مؤقتة طيب أنواع المسجلات نوعين النوع الأولين اسمها مسجلات عامة الأغراض ودي بتستخدم في كثير من الأغراض وتؤدي أكتر من وظيفة وبتكون متاحة للمستخدم للتعامل معها إما بالقراءة أو بالكتابة يعني يقدر يسجل فيها بيانات ويقدر يقرأ منها بيانات النوع الثاني من المسجلات اسمها مسجلات خاصة الأغراض ودي من اسمها يعني معناها تكون بأداء وظيفة واحدة لا تحيد عنها وليس للمستخدم أي وسيلة للتحكم فيها سواء بالقراءة أو بالكتابة ساعات بيجيب برضو السؤال دوت في صورة صحة وغلط بس بيعكس بقى عشان يلخبطك فيقول مسجلات عامة الأغراض مسجلات عامة الأغراض تكون بأداء وظيفة واحدة لا تحيد عنها طبعاً الإجابة هنا تبقى إيه؟ خطأ لأنه كده عكس الإجابة خالص السؤال اللي بعدها بيقول لي ما هي الوظائف التي تكون بها مسجلات الإزاحة؟ أول حاجة ادخال المعلومات بالتوالي وإخراجها بالتوالي وكلمة بالتوالي يعني بالتتابع يعني معناها الإشارة الرقمية تدخل بت يعني رقم سنائي بعد رقم سنائي فإدخال المعلومات بالتوالي وإخراجها إيه؟ بالتوالي ثاني حاجة دوران المعلومات في أي اتجاه وعكسه ثالث نقطة إدخال المعلومات بالتوازي وإخراجها بالتوازي وهنا ادخال المعلومات بالتوازي يعني معناها الأرقام السنائية تدخل كلها دفعة واحدة يعني مش رقم رقم لا تدخل كلها دفعة واحدة وتخرج دفعة واحدة ادخال المعلومات توالي من أي اتجاه واخراجها توازي أو العكس طبعا احنا عارفين في أنواع المعالجات في طبعا معالجات اسمها معالجات أربعة بت يعني المعالجات ديت بتتعامل مع أربع خانات سنائية وفي معالجات تانية اسمها معالجات تمانية بت يعني معالجات بتتعامل مع ثمان أرقام سنائية ثمان خانات سنائية والساعة بتاعت المسجلات بتبقى تمانية بت وتتنقل البيانات داخل المعالج على مصار بيانات برضو بساعة 8 bit زي المعالج انتل 8085 والمعالج زد 80 في نوع تاني من المعالجات اسمها معالجات 16 bit يعني معناها انها بتتعامل مع بيانات في صورة 16 رقم سنائي او 16 خانة وساعة المسجلات طبعا بتكون 16 bit وبتتنقل البيانات داخليا بين المسجلات والعدادات على مصار بيانات برضو بساعة 16 bit زي المعالج انتل 8086 طيب انا عندي زي ما قلت في المعالجات التمانية bit في معالج اسمه انتل 8085 وفي معالج تاني اسمه زد 80 ايه اوجه الاختلاف ما بينهم تعالوا نشوف مع بعض كده يمكن السؤال ده فيه نقط بتتكرر منه في الامتحانات اول حاجة هنقول في الشريحة زد 80 معظم المسجلات تم مضاعفتها وايضا مضاعفة المسجلات العامة وهذا يعطي ميزة في عملية البرمجة يعني المسجلات زي مسجل التراكم بدل ما هو واحد هيبقوا اثنين مسجلين للتراكم مسجل الحالة بدل ما يبقى واحد يبقى مسجلين للحالة والمسجلات العامة برضو تم مضاعفتها ايه الميزة في كده انه بيديني ميزة في عملية البرمجة طيب الاختلاف التاني في الشريحة زد 80 برضو تم مضاعفة المسجلين اي اكس واي واي كل منهما 16 بيت ويستخدمان في طرق مختلفة لعنوانة الزاكرة يعني بيعملوا كأنهم فهرس للزاكرة عشان يسجلوا العنوين بتاعة البيانات الموجودة في الزاكرة تالت نقطة تم زيادة عداد انعاش الزاكرة لانعاش الزاكرة الديناميكية طبعا عداد انعاش الزاكرة ده موجود في الشريحة زد 80 ايه الغرض منه؟ انعاش الزاكرة الديناميكية يعني تنشيط الزاكرة الديناميكية لان الزاكرة دي زاكرة مؤقتة وتفقد البيانات بتاعتها لو ما تمش عادة تنشيطها وتخزين البيانات فيها كل فترة زمنية قصيرة والسؤال ده يمكن بيجي علل بيقول لك علل وجود عداد انعاش الزاكرة في الشريحة زد 80 يبقى زي ما احنا قلنا لانعاش الزاكرة الديناميكية حيث يقوم باعادة تسجيل البيانات في هذه الزاكرة كل فترة زمنية قصيرة حتى لا تفقد محتوياته رابع نقطة بيوجد عدد 40 طرف للخرج يعني الـ IC او المعالج زد 80 ليه 40 طرف ليها نفس الوظائف في المعالج انتل 8085 وان اختلفت التسميات يعني الشريحة انتل 8085 برضو ليها 40 طرف وبرضو ليها نفس الوظائف نشوف السؤال اللي بعدها بل ما هي الاجزاء الاساسية التي تتكون منها اي دائرة تستخدم المعالج الضقيق في اغراض التحكم العامة يعني ايه احنا قلنا طبعا من البداية اننا لما اجا استخدم الحاسب في عملية التحكم الحاسب بيكون طبعا حجمه كبير والمكونات بتاعته كتيرة وممكن ما استفيدش منها او ما استخدمهاش يعني اكون انا مش محتاجها فبالتالي بنقدر ان احنا نصمم دواير تحكم دايرة التحكم دي تكون دايرة صغيرة وتكون بسيطة وهركب فيها الاجزاء اللي انا هحتاجها بس علشان تقوم باجراء عملية التحكم طيب بيقول لي بقى ما هي الاجزاء الاساسية اللي بتحتوي عليها اي داير التحكم بتستخدم المعالج الضقيق في اغراض التحكم العامة اول حاجة طبعا ايه شريحة المعالج ودي اهم حاجة طبعا شريحة ايه المعالج ويكون طبعا تم تهيئة جميع مساراته للمواجهة مع الدوائر المحيطة يعني يتم توصيل المعالج وبالطريقة المناسبة علشان يقدر يوصل البيانات من وإلى الدوائر المحيطة بيه طيب اول حاجة شريحة المعالج تاني حاجة شريحة ذاكرة اي بي روم والذاكرة دي بنستخدمها لتخزين برنامج التحكم احنا قلنا من البداية ان المعالج الدقيق ده هو بيقوم بتنفيذ ايه الاوامر والبرامج يعني معنى كده ان انا بخزن برنامج للتحكم عبارة عن مجموعة من الاوامر والتعليمات والمعالج بيقوم بتنفيذ تلك الاوامر عشان يقدر يخرج لإشارة التحكم المناسبة يبقى تاني حاجة في المكونات شريحة ذاكرة اي بي روم وتستخدم لتخزين برنامج التحكم طيب تالت حاجة شريحة ذاكرة رام اللي هي شريحة ذاكرة مؤقتة اذا كان هناك حاجة اليها من قبل البرنامج المستخدم يعني لو هنحتاجها هنركبها لو مش محتاجينها لا يبقى نستغنى عنها ونوفر رابح حاجة في المكونات عدد من بوابات الادخال والاخراج عشان طبعا مقدر نوصل اشارات الدخل واشارات الخارج تعالوا نبص بقى على المكونات المعالج او الحاجة زي ما احنا قلنا او المايكرو بروسيسور يعني وتاني حاجة شريحة ذاكرة اي بيروم وتالت حاجة شريحة ذاكرة رام اللي هي ذاكرة مؤقتة ورابح حاجة عدد من بوابات الادخال والاخراج حسب الحاجة والتطبيق يعني على حسب العدد اللي احنا محتاجين طبعا نشوف السؤال اللي بعد ايه المعالج الدقيق طبعا فيه دايرة اسمع دايرة التزامن زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي بتقوم بتوليد نبضات التزامن بيقول لي اشرح مع الرأس دايرة التزامن في الشريحة 80-85 طبعا الدايرة بسيطة خالص والسؤال دا مهم وبيتقرر في الامتحانات كتير زي ما احنا شايفين كده الدايرة بتاعتها على ايه مزبزب ومقارن والمزبزب دا متوصل معاه دا جوه المعالج على فكرة يعني الشريحة دي كده جوه المعالج الدقيق والمزبزب دا متوصل معاه بين الطرفين رقم واحد واثنين بلورة كريستال بتولد موجة جايبية 4 ميجا هرتل وخرج المزبزب بيتوصل لمقارن والمقارن بيتوصل لدايرة قاسم على اثنين تعالوا نشوف بقى الشرح بتاعها كده خطوة خطوة بسرعة نقول هنا الشريحة 8085 تحتوي على مزبزب ياخذ تردداته من بلورة كريستال موصلة بين الطرفين رقم واحد واثنين وتكون بتوليد موجة جايبية ترددها 4 ميجا هرتل خطوة اللي بعديها المقارن يكون بتحويل الموجة الجايبية الى موجة مربعة لان طبعا نبضات التزامن بتكون نبضات ايه مربعة يبقى المقارن يكون بتحويل الموجة الجايبية اللي هي اللي خرجها من المزبزب الى موجة مربعة ترددها 4 ميجا هرتل برضا ثم بيوصل خرج المقارن الى دائرة قاسم على اثنين فيكون بقسم التردد الموجة المربعة على اثنين فنحصل على ايه موجة مربعة ترددها 2 ميجا هرتل بتستخدم في اغراض التزامن داخل الشريحة 8085 واخر خطوة نقول يتم توصيل نبضات التزامن الى خارج الشريحة عن طريق الطرف رقم 37 لكي تستفيد منها الدوائر والاجهزة المحيطة ده الشرح ههوة اللي احنا قلناه دلوقتي الشريحة 8085 تحتوي على مزبزب ياخذ تردداته من بلوريت الكريستال اللي موصلة بين الطرفين 1 و 2 ويولد موجة جايبية ترددها 4 ميجا هرتل بيوصل خرج المزبزب الى مقارن من نوع شميس يكون بتحويل الموجة الجايبية الى موجة مربعة بعد كده بتوصل الموجة المربعة الى دائرة قاسم فيكون بقسم التردد الموجة المربعة على 2 فنحصل في الخارج خارج القاسم يعني على موجة مربعة ترددها 2 ميجا هرتل بتستخدم في جميع اغراض التزامن داخل الشريحة اخر نقطة بيتم اخراج نبضات التزامن على الطرف 37 لكي تستفيد منها الشرائح والاجهزة المحيطة زي ما قلنا من شوية فيه معالج اسمه المعالج انتل 8086 ما هي فكرة عمل المعالج انتل 8086 نعارفين طبعا المعالج ده 16 بيت وفكرة عمل اي معالج بتتلخص فيه عمليتين اتنين العملية الاولى احضار شفارات الاوامر من الزاكرة والعملية التانية تنفيذ الاوامر بنفس التتابع المسجلة به في البرنامج طيب يبقى فكرة عمل المعالج انتل 8086 بتعتمد على ايه عمليتين اساسيتين احضار شفرة الاوامر من الزاكرة ثم تنفيذها بنفس التتابع المسجلة به في البرنامج طب وما للمعالج انتل 8086 بقى يختلف في ايه بنقول ان تم زيادة كفاءته وسرعته عن طريق انقسامه الى وحدتين اساسيتين الوحدة الاولى اسمها وحدة تنفيذ يعني تكون مسؤولة عن تنفيذ الاوامر فقط والوحدة التانية اسمها وحدة مواجهة المسارات ودي وظيفتها جلب او احضار الاوامر من الزاكرة وترتبها في طابور انتظار او قيمة انتظار امام وحدة التنفيذ يعني معناها انها بتحضر الاوامر من الزاكرة وترتبهم قدام واحدة التنفيذ فبالتالي واحدة التنفيذ هتنفذ اسرع مش هتستنى لما الاوامر لسه تجيلها وبالتالي تم زيادة سرعة المعالج انتل 8086 وتمانين ويمكن السؤال دوت برضو تكرر كتير في الانتحانات ممكن يجي في صورة اكمل يقول لك تم زيادة سرعة وكفاءة المعالج انتل 8086 عن طريق انقسامه الى وحدتين اساسيتين نقط ونقط يبال الاولى الوحدة الاولى اسمها وحدة التنفيذ وهي خاصة فقط بتنفيذ الاوامر الوحدة التانية وحدة مواجهة المسارات ودي بتكون وظيفتها جلب الاوامر من الزاكر ووضعها في طبور انتظار امام وحدة التنفيذ وبالتالي ادى الى زيادة سرعة المعالج طب نشوف السؤال اللي بعدها اجهزة الـ PLC اللي هي اجهزة التحكم المنطقية المبرمجة ده نوع تاني من اجهزة التحكم بيقول لي عرف اجهزة الـ PLC اللي هي اسمها المتحكمات المنطقية المبرمجة الاجهزة دي هي عبارة عن اجهزة الكترونية رقمية لها زاكرة يمكن برمجتها وتستطيع تخزين الاوامر ومعالجة العمليات المنطقية والتتابعية والتزامنية والعمليات الحسابية بغرض التحكم في الآلات والعمليات الصناعية يعني اجهزة الـ PLC او اجهزة التحكم المنطقية المبرمجة هي مصممة للتحكم في الآلات والعمليات الصناعية طبعا احنا عارفين ان اجهزة الحاسبات هي بتكون ذات اغراض عامة يعني ممكن نقدر نستخدمها في حاجات كتير جدا واستخدمات كتير لكن اجهزة الـ PLC دي اجهزة بيكون حجمها صغير لكن مكوناتها هي مصممة علشان تتحكم في الآلات والعمليات الصناعية كتير من الآلات النهاردة في المصانع الآلات الحديثة بتكون بتشتغل بالتحكم الآلي عن طريق مين؟ اجهزة الـ PLC يعني معناها ان احنا بنبرمج الاجهزة دي احنا بنصمم برنامج للتحكم ونخزنه في الزاكرة بتاعة جهاز الـ PLC وهو بيتحكم في تشغيل الآلات عن طريق البرنامج المخزن في الزاكرة بتاعته وبنقدر طبعا نعدل في البرامج دي ونغيرها زي ما احنا عايزين تعال نشوف بقى كده السؤال اللي بعديها بيقول لي وضح بالرسم الوحدات الأساسية التي تتركب منها أجهزة PLC ايه المكونات الأساسية الجهاز الـ PLC؟ والسؤال دوت ممكن يجي يقولك ارسم او ممكن يجي في صورة اكمل يقولك الوحدات الأساسية التي تتركب منها أجهزة PLC نقط ونقط 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 طبعا زي ما احنا شايفين في الرسم اول حاجة وحدة الدخل وبعدين وحدة المعالجة المركزية اللي هي عبارة عن معالج وطبعا لازم يكون معاه زاكرة وحدة الخارج وحدة مصدر القدرة اللي بتوفر طبعا الطاقة القهربية اللازمة لتشغيل كل المكونات بتاعة جهاز الـ PLC وحدة المشغل ودي طبعا بتكون وحدة خاصة بالمستخدم عشان يقدر يتعامل من خلالها ويشغل جهاز الـ PLC وحدة البرمجة ودي برضو الغرض منها ان احنا نقدر نبرمج جهاز الـ PLC زي ما قلنا البرنامج إحنا اللي بنتحكم فيه وإحنا اللي بنغير في الأوامر بتاعته طيب قبل ما ننقل على سؤال تاني وحدات الدخل وحدات الدخل بتكون نوعين مداخل تماثلية ومداخل رقمية ويمكن السؤال ده بيجي في الامتحانات برضو بيقولك ممكن في صورة أكمل يقولك تنقسم وحدات الدخل لأجهزة الـ PLC إلى نقط ونقط فنقول مداخل تماثلية ومداخل رقمية والمداخل التماسلية زي ما احنا عارفين يعني بتتغير من قيمة صغرى إلى قيمة كبرى مثل حساس قياس مستوى السائل بينخفض أو يرتفع الجهد عند المدخل التماسلية حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل وفيه أنواع كتير من الحساسات زي مثلا حساسات لدرجة الحرارة برضو بتحول درجة الحرارة لإشارة كهربية تزيد وتقل على حسب درجة الحرارة يبقى دي اسمها مداخل تماثلية النوع التاني اسمها مداخل رقمية والمداخل الرقمية يعني معناها إنها بتتغير بين حالتين ON و OFF يعني يا واحد يا صفر وأبسط مثال لها المفتاح الضغط المفتاح لما احنا نوصله نضغط عليه يوصل يبقى كده ON يعني بيعبر عن القيمة واحد ولو فصلنا المفتاح يبقى OFF يعني فاصل وهنا بيعبر عن القيمة إيه صفر يبقى المداخل الرقمية بنعبر عنها بحالتين ON و OFF المخارج نفس الكلام هيبقى فيها عندي نوعين من المخارج مخارج تماثلية ومخارج رقمية تعالوا نشوف بقى السؤال لبعضه بيقول لي أذكر أنواع الزاكرة المستخدمة مع أجهزة الـ PLC احنا عارفين إن فيه تلات أنواع من الزاكرة النوع الأولين اسمها زاكرة مؤقتة اللي هي RAM والزاكرة المؤقتة بتستخدم للتخزين المؤقت للبيانات لأنها تفقد محتوياتها عند فقد التخزين بالطيار الكهرابي طيب النوع الثاني زاكرة دائمة اللي هي ROM والزاكرة الدائمة بيمكن قراءة محتوياتها فقط دون الكتابة فيها يعني أقدر إن أنا أقرأ محتوياتها البيانات اللي فيها لكن ما ينفعش أخزن فيها بيانات ولا تفقد محتوياتها عند فقد التخزين بالطيار الكهرابي يعني محتوياتها بتبقى ثابتة عشان كده الزاكرة دي بيتخزن فيها البيانات المتعلقة بنظام التشغيل عشان تفضل ثابتة ما تتغيرش ثالث نوع بقى من الزاكرة اسمها زاكرة دائمة قابلة للبرمجة اللي هي EB ROM والزاكرة دي يعني معنى كده إن هي خد تلمزتين بتاعة الزاكرة المؤقتة والزاكرة الدائمة يعني بتكون مصممة لسهولة الكراءة منها ولا يمكن الكتابة فيها بسهولة إلا عن طريق أجهزة مصممة لهذا الغرض اللي هي أجهزة برمجة يعني ينفع أخزن فيها بيانات ينفع بس باستخدام إيه باستخدام أجهزة مخصصة لهذا الغرض يبقى هي كده السؤال ده حت كمان بيجي في صورة صحة وغلط وبيجي في صورة أكمل أو في اختيارات كمان وتقرر كتير يقول لك كده الزاكرة نقط مصممة لسهولة الكراءة منها ولا يمكن الكتابة فيها بسهولة إلا عن طريق أجهزة مصممة لهذا الغرض يبقى هنا يقصد مين الزاكرة إي بي روم اللي هي زاكرة دائمة وقابلة للبرمجة شوف سؤال تاني بقول لي ما هي المتطلبات الدنيا للتعامل مع أجهزة بي أل سي يعني ما هي الإمكانيات أو المكونات اللي أنا هقدر أحتاجها للتعامل مع جهاز بي أل سي أول حاجة جهاز بي أل سي ما هو لازم طبعا يكون موجود طيب ده الأساس تاني حاجة جهاز برمجة بي جي احنا اتفقنا أن جهاز بي أل سي لازم أخزن عليه برنامج للتحكم طب هخزن البرنامج ده ازاي من خلال جهاز برمجة وممكن أستخدم الكمبيوتر كجهاز برمجة تالت حاجة برمجيات البرمجة اللي هي السوفت وير البرنامج نفسه يعني برنامج التحكم رابع حاجة كابل توصيل عشان أوصل جهاز بي أل سي بجهاز البرمجة وخامس حاجة عناصر فعل الحركة في سؤال تاني بيقول لي عرف كل من البيت البيت عبارة عن 8 خيانات صنائية والبيت يعني يساوي 8 بيت وبرضو الأسئلة دي بتيجي في الانتحانات في صورة أكمل البيت يساوي 8 بيت يعني 8 خيانات أو 8 أرقام صنائية طيب الكلمة اللي هي الورد عبارة عن 16 بيت يعني 2 بيت طيب الكلمة المزدوجة الكلمة المزدوجة يبقى بتساوي 32 بيت السؤال مش مكتوب هنا بس أنا قلته لكوهوت علشان إيه برضو نبقى عارفينه فيه تعريف أو حاجة اسمها الكلمة المزدوجة أو الدابل وورد ودي بتكون عبارة عن 32 بيت يعني تساوي 4 بيت الحساسات تعريف الحساسات هي عناصر تقوم بتحويل الحالات الفيزيائية إلى إشارات كهربية يستطيع جهاز البي إل سي التعامل معها عن طريق وحدات الدخل وأبسط مثال للحساس هو المفتاح الضغط يبقى تاني الحساس عنصر يكون بتحويل الحالات الفيزيائية الحالات الفيزيائية يعني إيه يعني مثلا درجة حرارة مستوى سائل يحول الضغط اللي هي الضغطة بتاعة إيدي ديت لو أنا ضغطت على المفتاح كده يبقى بيحول الحالة الفيزيائية إلى إشارة كهربية يستطيع جهاز البي إل سي التعامل معها طيب فيه بقى عنصر تاني عكسه اللي هو مين؟ المشغلات المشغلات دي عبارة عن عناصر تقوم بتحويل الإشارة الكهربية النتجة من وحدة الخارج لجهاز البي إل سي تحولها إلى حالة فيزيائية مثل مشغل المحرك ودي طبعا برضه بتتكرر في الامتحانات في صورة تعريفات أو في صورة صحة وغلط وممكن يعكس الاثنين مكان بعض ناخد بالنا من النقطة دي كويس يعني يجيب لك الحساس ويروحات التعريفة عن المشغل فنقرأ السؤال كويس علشان ما نغلطش مزايا التحكم بالبي إل سي أجهزة البي إل سي لها مميزات كتير وطبعا لما بيجي في الامتحان يعني في الغالب بيقولك أذكر خمس نقطة من مزايا البي إل سي تعالوا نشوف كده مميزاتها أول حاجة صغر الحجم يعني أجهزة البي إل سي حجمها صغير ثاني حاجة سهولة وسرعة في تغيير عمل نظام التحكم ثالث حاجة المرونة الشديدة لجميع عمليات التحكم ومتغيراتها يعني بقدر أن أنا أغير فيه نظام التحكم وغير في البرنامج بسهولة رابع ميزة إمكانية الحصول على عدد كبير جدا من نقاط الدخل والخرج خامس نقطة دواير الخرج يمكن أن تكون الخليط من المتممات العادية والمتممات ذات الدوائر الإلكترونية سادس ميزة إمكانية اختبار وتشغيل برنامج التحكم في المعمل يعني أقدر أن أنا أختبار جهاز الـ PLC بالبرنامج بتاعه في المعمل عشان أقدر أعرف هل بيقدر الوظيفة المطلوبة منه ولا فيه عيب قبل موصله بالآلة أو المكينة رقم سبعة سهولة في عملية البرمجة ودي بتعتمد على الرسومات البسيطة الأمان في إمكانية عدم الوصول إلى البرنامج إلا عن طريق المستخدم الأصلي يعني معناه يبقى فيه باسورد عشان يبقى فيه حماية للبرنامج مش أي حد يدخل على البرنامج ويقدر أنه هو يغيره رقم تسعة سرعة في الأداء ورقم عشرة من خفاض التكلفة مميزات كتير طبعا لأجهزة الـ PLC وده طبعا لكفائتها العالية ما هي الخطوات المطلوب تحددها عند استخدام أجهزة الـ PLC يعني لما أجهزة الـ PLC المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة البرنامج يعني لازم أحدد البرنامج وكيفية عمل النظام طب الخطوة الثانية المدخلات والمخرجات يعني لازم أحدد إشارات الدخل إيه هي؟ وإشارات الخارج اللي أنا عايزها هتبقى إيه؟ رقم ثلاثة تصميم ما هيسمى بالشكل السلمي لهو LAD رقم أربعة برمجة جهاز الـ PLC بالمعلومات رقم خمسة اختبار جهاز الـ PLC ببرنامجه للتأكد من أنه بيؤدي الوظيفة المطلوبة آخر نقطة توصيل الجهاز الذي تم اختباره بمنظومة التحكم وإجراء اختبار سلامة تشغيل النظام ككل طيب فيه سؤال أكمل بيقول لي يقصد ببرمجة أجهزة الـ PLC نقط فنقول إيه؟ إنشاء مجموعة من الأوامر لتأدية مهمة معينة رقم اثنين تنقسم طرق البرمجة لأجهزة الـ PLC إلى ثلاث طرق طريقة الأولانية المخطط السلمي LAD ثاني طريقة المخطط الصندوقي الوظيفي FBD ثالث طريقة قيمة التعليمات أو الإجراءات STL طيب السؤال اللي بعدها بيقول لي ما هي مراحل دورة عمل أجهزة الـ PLC أو أكمل يبقى مراحل دورة العمل تنقسم إلى إيه؟ كراءة حالة المداخل ثاني حاجة تنفيذ البرنامج ثالث حاجة عملية الفحص والاتصال رقم أربعة تحديث البرنامج سؤال صغير كده على برمجة الـ PLC قم بكتابة برنامج لتمثيل وظيفة AND باستخدام المخطط السلمي اللي إيه دي ومرة أخرى باستخدام قيمة التعليمات المخطط السلمي زي ما احنا عارفين بيترسم بالطريقة دي وظيفة AND بتبقى توالي المداخل طبعا زي ما احنا شايفين بنعبر عنها بالتلامسات اللي هي المدخلين I1.0 والمدخل الثاني I1.1 وإشارة الخارج هنا عند الخارج Q2.2 متوصلة على التوالي يبقى دي بتمثل وظيفة A& لكن لو كانت وظيفة OR كانوا بتوصلوا على التوازن طيب باستخدام قيمة التعليمات بنكتبها بقى في صورة أوامر A يعني AND يبقى نكتب AI1.0 ده المدخل الأولاني وAI1.1 يعني معناه كن بإجراء وظيفة AND على المدخلين I1.0 وI1.1 الأمر اللي بعدها يساوي Q2.2 يعني إشارة الخارج هتوصلها للخرج اللي عنوانه فين في الزاكرة 2.2 يعني البيت رقم 2 من البيت رقم 2 وبي ايه يعني معناه نهاية البرنامج شوف السؤال اللي بعدها عرف المواقع والكسافة وضغط ده طبعا بيخص النظم الهايدروليكية نعرفين نظم الهايدروليكية طبعا بتستخدم المواقع أو السوائل المضغوطة كوسيلة لنقل الطاقة وبنستخدمها طبعا لما نكون محتاجين إلى قوة كبيرة المواقع المواقع بتشمل كل من السوائل والغازات وهي المادة التي يمكن لجزيئاتها أن تتحرك بسهولة تحت تأثير أقل قوة ممسية لطبقات المائع والكسافة هي كتلة وحدة الحجم من المادة يعني الكسافة بتسوي الكتلة على الحجم والضغط معناه القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحات يعني الضغط بيسوي القوة على المساحة بسرعة كده السؤال دوت مهم ويتكرر في الامتحانات مميزات النظم الهايدروليكية القدرة على توليد ونقل قوة كبيرة باستخدام عناصر صغيرة ثاني حاجة القدرة الجيدة لقابلية المعايرة والتحكم إمكانية الدفع من حالة التوقف تحت تحميل كبير إمكانية عكس الحركة بالتحكم عن بعد العمر الافتراضي لها كبير لأنها تشحم نفسها تلقائيا لأنها بتستخدم الزيت كوسيلة لنقل الطاقة إمكانية توصيل أجهز التشغيل والتحكم بخراطيم قابلة للإنحناء وده بيؤدي إلى أن يجعل المعدات ذات إمكانية حركة عالية وآخر نقطة تعمل تجهيزات التحكم الهايدروليكي بدغوط أعلى بكتير من تجهيزات التحكم النيوماتية عيوب النظم الهايدروليكية تصرب الزيت الذي يصعب منعه تماما ثاني حاجة تغير لزوجة الزيت بتغير درجة الحرارة ثالث حاجة خطر حوادث الضغط الكبير لسوائل الهايدروليك مرتفعة جدا مواصفات الزيت الهايدروليك اللي احنا بنستخدمه أول حاجة إيه غير قابل للإنضغاط ثاني حاجة لا تتأثر لزوجته بتغير درجة الحرارة يعني اللزوجة بتاعته بتكون عالية سهولة التخلص من الهوى بسرعة ومنع تكون الرغاوي غير قابل للتغير مع مرور الزمن ومقاوم للصدق وده سؤال مهم وبيتكرر في الامتحانات مكونات دوائر التحكم الهايدروليكية السمامات السمامات بسرعة ودي أنواعها سمامات اتجاهية سمامات لا ربعية سمامات خانقة أو سمامات تحكم في التضفق وسمامات الضغط أو سمام الأمان تاني حاجة الاستوانات ودي نوعين برضو استوانات مفردة الفعل واستوانات مزدوجة الفعل وثالث حاجة المحركات الهايدروليكية ودي نوعين محرك يدور في اتجاه واحد ومحرك يدور في اتجاهين وعندنا طبعا فيه نظم العمل بالهواء المضغوط ودي يمكن لها مميزات وعيوب طبعا يعني لو نجيبها بسرعة كده في نص دقيقة على الشاشة أنا مش هقولها نشوفها بس بسرعة عشان بتتكرر في الامتحانات المميزات بتاعة نظم الهواء المضغوط بتتكرر يعني نذكرها كويس وساعات بتيجي مقارنة ما بين نظم الهايدروليكية ونظم الهواء المضغوط من حيث المميزات والعيوب وعيوب نظم الهواء المضغوط برضو ثلاث عيوب زي ما احنا شايفين كده على الشاشة والمقارنة اللي بيجيبها لي ما بين مكونات الدايرة الهايدروليكية والدايرة النيوماتيكية طبعا احنا يعني الوقت تجري مننا بسرعة والمنهج طويل طبعا ويمكن استعرضنا النهاردة معظم الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات ربنا يوفقكم وان شاء الله تجيبوا اعلى الدرجات واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة